ومنذ أن قطعت علاقاتها مع دولة قطر تحرص الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على تجنيب الشعب القطري سلوكيات حكومته العبثية وقد أكدت في أكثر من مرة أن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية وتقديرا للشعب القطري اتخذت أيضا كل من البحرين والسعودية والإمارات كافة السبل لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة كما تصدت المملكة العربية السعودية لمحاولات النظام القطري في تسييس موسم الحج ومنع الحجاج القطريين من الحج هذا العام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تحلت بالصبر ما يكفي قبل أن تقطع علاقاتها مع قطر وتتخذ إجراءاتها بهدف إعادة النظام القطري إلى جادة الصواب بعد أن ارتدى ثوب المكر والخداع السياسي لسنوات طويلة مرات ومرات كان الخطاب الموحد للدول الأربع يرافقه خطاب موحد أخر موجه للشعب القطري الذي تعتبره جزءا أصيلا من المنظومة الخليجية والعربية وهذا يدلل على حرص الدول الأربع على أن لا يتحمل الشعب وزر حكومته وسياستها الهدامة وإن في ذلك لا عبرة للنظام القطري أولا الذي لم يراعي مصلحة الشعوب في فترة لهوه السياسي التي لم يسلم من شرها الشعب العربي برمته يتوازى مع اللهو في أرويقة السياسة لهو من نوع أخر لهو إعلامي حملت لواءه قناة الجزيرة القطرية القناة الدولة هي بلا ريب مأمورة منذ المشأ لكنها بتكوينها أوقدت الفتن وحرضت على العنف وأشعلت المنطقة جحيما فما الذي استفاده الشعب القطري من الجزيرة فبمجرد أن تنتسب الجزيرة للأرض القطرية يضر ذلك بالمجتمع القطري بشكل مباشر وغير مباشر فما بالك وهي مدعوة ومأمورة وموجهة من نظام الدوحة وتعتبر المرآة الأكثر عكسا لواقع النظام القطري والمتحدث بلسانه وأصبحت تقدم مجتمعه بصورة غير مباشرة كراع للإرهاب وفي هذا حرج عظيم الدول الداعية لمكافحة الإرهاب التي تطالب قطر بوقف دعم الإرهاب هي نفسها التي ترفع الحرج عن الشعب القطري وتجرده من سلوكيات حكومته العبثية لأنها تدرك بأنه شعب له أصالته وامتداده وله عاداته وتقاليده التي عرف بها أهل شبه الجزيرة العربية وتغديرا للشعب القطري أصدرت كل من المنامة والرياضي وأبو ظبي قرارات على مستوى قيادتها السياسية بشأن مراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة وبعدما اتخذت حكومة قطر السبل كافة في تسيس موسم الحج الذي كاد أن يمنع القطريين من الحج اتخذت السعودية بدورها السبل كافة في أن يصل الحجاج القطريون لمكة وقد وصلوا ملبين ويبقى السؤال الذي لم يستوعبه النظام القطري وفهم مغزاه أكثر من ألف حج قطري وصلوا إلى السعودية وغيرهم منعوا جراء تعنت نظام الدوحة ما هو العائد من كل تلك السياسات التي تبعد الشقيق عن أشقائه والدولة عن محيطها الخليجي العربي الاستراتيجي سؤال نستودعه ضمائر الأشقاء في دولة قطر